اشتركوا في القناة وقفنا عند الجزء دوت اللي بنتكلم فيه عن الكنيسة الكنيسة بمعناها الروحي الكنيسة كفهم حقيقي للشكل والمضمون اللي أراد الله للمؤمنين إن يعيشوا مع بعض لأسباب جوهرية في غاية الأهمية وده اللي كنا بنتكلم عنها الجزء اللي فات في دراستنا عن الكنيسة اتكلمنا عن إيه هي الكنيسة وده مهم اللي بفهمين بنتكلم عن إيه لأن فهمي عن معنى الكنيسة هو اللي بيخليني أكتشف لحاجة تانية خالص غير لنا كنت تفهمه لحاجة مهمة أوي لازم إن أنا عيش ده مش موضوع اختياري لأن ده بقى موضوع اختياري لناس كتار أوي روح الكنيسة أو لا أنتمي للكنيسة ولا لا الكنيسة حلوة ولا مش حلوة خلي بالك بتتكلم عن إيه الكنيسة هي جسد المسيح ده التعريف اللي احنا وصلنا له هي المؤمنين المتحدين معا في الرب ليه؟ ليه ربنا عايز الحاجة دي؟ ليه هذا السر العظيم اللي بتكلم عنه الكتاب؟ ليه المعادلة الصعبة دي؟ صعبة قوي 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 صالحنا مع الله وصالحنا بعضنا لبعض رجعنا اخوات رجعنا اخوات بسبب المسيح صالحنا لنفسه وجعل الاثنين واحد قاتلا العداوة به الجزء الثاني اللي تكلمنا عنه عن أهمية الكنيسة ليه المسيح عايز الكنيسة المتجسدة في العالم؟ إن الكنيسة هي الأداة بتاعته عشان ما نوكلش روحنا عشان نعمل ايه؟ عشان نوكل بعض معلقة لدهنة طويلة قوي ما تسمح ليش أنت عملتي عمل إعجازي فما تسمح ليش أني أوكل نفسي أعضاء بعضنا لبعض لبنيان الكنيسة لتكميل القديسين مكملين إلى واحد أنا عمري ما حقدر أبني نفسي بناء متكامل أنا من غير بولس وبطرس ويعقوب ويحنى أنا من غير تشالس فيني والأب متى وأمنا إيريني أنا من غير الناس دول اللي عاشوا مش هنضج مش هكتمل مش هكبر مش هبقى الشخص اللي أرادني الله أن أكون واضح الفكرة دي إحنا محتاجين بعض لأن كل واحد عنده حاجة مش موجودة عند التاني إذا حطينا كل اللي عندنا على ترابيزة واحدة وكلنا أكلناه مع بعض كلنا هنكبر مع بعض فهمتوا الفكرة دي كلنا هنكبر مع بعض بتساوي جميل بنسجام مزهل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة عبارة مركبة جدا بس ده بولس ده بولس بس بيقول كلام زبد بيقول كلام زبد حقيقي ومقنع وواقعي عشان كده إحنا أطفال محمولين بكل ريح تعليم عشان كده المؤمنين مش ناضجين لأن الكنيسة مش ركبة في بعض والمعلم بيعلم والمبشر بيبشر والوعز بيعز والرعي بيرع فهمين بقول إيه؟ لما كل واحد يأكل من كل هذا الغذاء ويعطي ما عنده تتحقق المعادلة الصعبة دي إلى إنسان كامل إلى قياس قامة ملء المسيح سبب الثالث سبب الثالث سبب الثالث أن الكنيسة بالنسبة للمسيح هي معجزته للعالم معجزته المسيح على الأرض عمل معجزات كتير قوي صح؟ صح؟ أشبع الجيع بخمس خبزات وسمكتين المولود أعمى أبصر المولود أعمى هم نفس اليهود قالوا كده لم نسمع عن مولود أعمى قد أبصر ما سمعناش عن ده حصلت قبل كده ما سيعملها المفلوج مش الأخرى استكلم الأصم سمع مظبوط الموت أقامه اللي مات من شوية زي ابن أمرأة نايين اللي مات حالا زي ابنة ييروس اللي مات من شوية زي ابن أمرأة أربالة نايين اللي مات من أربعة أيام قام ما تفرقش الحاجة الغريبة بقى إن المعجزة اللي المسيح ادهلنا أقوى من كل المعجزات دي هي الكنيسة الكنيسة هي المعجزة؟ الكنيسة هي المعجزة نرجع للجزء اللي قريناه في تعريف الكنيسة احنا قرينا جزء كده قلنا أهو الكنيسة هي الوحدة صح؟ مش كده؟ وحدتنا بربنا نرجع لصلاة المسيح من أجل الكنيسة يوحنا 17 21 23 تاني هنقرأ الجزء ده تاني بس المرة دي هنسطر أصفر على اللي ما سطرناهوش أصفر المرة اللي فاتت بيقول ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت هيؤلاء فيه وأنا فيك ليكونهم أيضا واحدا فينا وحدتنا معا في الرب صح؟ ده التعريف ليه؟ عايزوا ليه؟ ليه؟ ليه بصوا اقروا ليه؟ ليؤمن العالم أنك أرسلتني وبيعن بيعيدها تاني التكرار يعلم ايه؟ سطار أنا فيهم وأنت فيهم المسيح بيكرر كتير من غير ما يكرر الكلام بيكرر المعنى لأنه يهموا المعنى يوصل خلي بالكم عايز المعنى يوصل عايزنا نفهم المعنى أنا فيهم وأنت فيهم ليكونوا مكملين بصوا هذه اللي قلناها النقطة التانية إن وحدتهم ببعض فينا هو ده كمالهم ليكونوا مكملين إلى واحد طيب ليه عايز كده؟ ليعلم العالم أنك أرسلتني وأنك أحببتهم كما أحببتني إيه ده؟ فاكرين موسى لما راح لفرعون وإن رمى العصاية فالسحرة والمنجمين بتعفوه راح رمي للعصيان وبقت عصاية مش كم؟ بس عصاية فرعون عصاية موسى كلت العصيان التانية بمعنى آخر إن ربنا أعطى الكنيس آياته عجيب أما هم فخرجوا وكرز والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالإيه؟ بالآيات التابعة بس قوة الشر بتصنع آيات وعجيب صحيح آيات الله وعجيب وأعظم مش كده؟ بعد شوية السحرة قالوا لفرعون دي يدى الله دي يدى الله احنا كنا فاكرين وساحر زينا لا لا الموضوع ايه؟ كبر لا 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 ده احنا بتشتغل بالشياطين قادي آخر الشياطين دي يد ربنا بقى دي الشياطين تصنع آيات وعجيب الله تصنع آيات بس آيات الله أعظم أعظم بس في حاجة ربنا يعملها الشيطان ما يرارش يعملها الحب اللي يوحد الناس اللي يخلي الاتنين واحد ما عندوش منه دي بقى عنده قوة فيقدر يعمل عجايب بس ما عندوش حب يخلي اتنين واحد ما يعرفش يخلي زوجه زوجة واحد ما يعرفش يعملها دي ما يعرفش يخليهم يدخلوا مع بعض يضربوا بعض لكن ما يعرفش يخليهم يعبوا بعض ما عندوش ده عاجة ما عندوش واضح الفكرة دي فالمسيح قال الكنيسة الحكاية دي المعجزة المعجزات اللي ما حدش هعرف يقلدها ما حدش هعرف يقلدها لا شطن ولا إنسان لا جن ولا بن ما حدش هعرف يعملها هي معجزة الحب نتجسدها في ايه في وحدة الكنيسة وحدتكو دي هتخلي العالم يؤمن بي شايفينها؟ 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 اهي وبيقولها مرتين ليؤمن العالم أنك أرسل تاني ليعلم العالم أنك أرسل تاني وأحببتهم لأن هي مجزة الحب فبتجسد الحب لما نقول الاب والابن روح قدس واحد ايه ده؟ ايه الوحدة المركبة دي الجامعة الشاملة دي منظورة ومقرؤة في وحدة الجسد ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ ايه اللي لم اليهودي على اليوناني؟ ايه اللي لم الخلفية ديت على الخلفية ديت عشان يبقوا حبايبوا صحاب ده كانوا بقتلوا بعض مبارح معجزة الحب فمعجزة الحب هي أعظم معجزة اللي هي تبرهن على صدق رسالتنا إن الله هكذا أحب الله العالم حتى أرسل الناس مش قادرة تصدق فكرة التجسد والفداء بتاعتنا ليه؟ لأن مش معقول ربنا بيحب للدرجات صح؟ هي مشكلة الحب هي مشكلة الحب يعني كنت بتنقش كتير مع بعض قلت له هي دي الأزمة حضرتك مش فاهم إن الله محبة فبالنسبة لك إن ربنا يأتيه للعالم ليه عشان يعني؟ نحن شوية خلائق بتلات تعريفة وإحنا ما نفرش معه في حاجة لو بيحبني أنا أفرق معاه لو أنا ابنه وبيحبني يعمل أي حاجة عشاني يعمل المستحيل عشاني فلو يقدر ييجي ييجي ولو يقدر يفديني يعمل إيه؟ يفديني لأنه بيحب القضية كلها هي قضية الحب لو فهمنا إن الله محبة نفهم رسالة المسيحية طب الناس مش قادرة تفهم إن الله محبة لو شفيت المحبة متجسدة في الكنيسة هتفهم إن الله إيه؟ محبة فحيؤمن العالم أنك أرسلتني إحنا أكتر من أي حد تاني يقدر نفهم إلا أنا بقوله ده ولا إيه؟ ولا إيه يا شطار مسيح قالها بنفسه وصلاها اديهم اديهم يكونوا كده عشان العالم يصدقهم وهم بينادوا باسمه الكنيسة هي المعجزة الإلهية لبرهان رسالة الإنجيل وأقوى من أي معجزة تاني هي معجزة المعجزة فيه آيات كتير ربنا عايز يعملها معنا لازال وبيعمل وبيشفي مرضى وبيخرج شياطين لغاية النهاردة صح؟ اتغير ودعملوا معاهم زمان لكن قال لهم معجزة المعجزات هي وحدتكم هي وحدتكم بصوا عشان تفهموا إزاي الحب بلخبط الناس بولس اتخذ عشان يتحاكم قبض عليه لأنه بينادي بالإنجيل وبعين خدوه قدام المحاكمة وقال له مازون لك أن تتكلم من أجل نفسك مازون لك؟ دافع عن نفسك دافع عن التهمة الموجهة إليك أنك تؤمن بهذا يسوع النصري فابتدى يوعظ عن يسوع النصري بدلا ما يدفع عن نفسك يقول بري يا بيه ما عملتش حاجة أنا لا قتلت ولا سرقت ولا زنيت ولا عملت حاجة غالص أنا مؤمن بحاجة وبنادي بيها وفي حرية عقيدة في ذلك الوقت فقال له أبي قليل تقنعني أن أصير مسيحيا أنت بدلا ما بتدفع عن نفسك بتبشرني يا بولس يعني عقل بتبشر حاجة في المحكمة وببشر الآض يا راجل يا راجل يا راجل فأبي يقول له إيه كنت أصلي إلى الله من أجل برأتي يطلقني حرة عشان أكمل رسالتي كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير ليس أنت وحدك بل جميع الذين يسمعونني يصيرون كما أنا ما خلا هذه القيود يعني هو جاي مقيد وبيقول له أنا مستعدة أروح مقيد أرجع السجن بس أنت تخرج حرة في المسيح بس أنت تختبر اللي أنا أختبرته بس أنت تعرف المسيح اللي أنا أعرفه أنا مهمنيش قيودة تتفك أنا مهمني قيودك أنت تتفك بصوا بصوا الافترة تقول له إيه ده بتقول له إيه ده بصوا الآية التانية اللي بيقولها بوليس مهنجزة الحب حاجة حقيقية موجودة جوه قلب الكنيسة الأولى محبتها لإعداءها ومتهدية أكتر ناس اتهدوا بوليس مش الرومان اليهود هو ساب لهم اليهودية ساب لهم فلسطين ساب لهم وراعي نادي بالإنجيل للأمم والربنا قال له كده قال له لا يقبلون شهادتك أخرج فخرج كل حتة يروحها يخش المجمع الأول يعملوا فيه إيه طبعا ما مش يطلع بره يطلع بره يقولوا هاروح للأمم فيروح دي بلد أممية بس فيها مجمع زي ما احنا مثلا في مصر كان عندنا مجمع عارفين الشارع شارع عدلي فيه مجمع عارفين فيه سيناجوج آه معبد اللي هو معبد أيه اللي هو مجمع اللي هو السيناجوج فبيروح لبلاد أممية يونانية ورومانية بيخش الأول لخراف بيت إسرائيل الضالة زي ما المسيح عمره فقولوا له امشي هتلع بره فقول لهم أنا قلت ماشي وروح ماشي يطالع للأمم يعملوا ايه يعملوا ايه خلاص أنا مليش دعو باليهود أنا حكلم الأمم لا ما تكلمش الأمم تكلم أمم ليه ما تكلمش الأمم يا ابن الدمالك ضيب يعني ده من دفالة يحيجوا المدينة ويمسكوا ويدربوا ورموا بره البلد رجع بقى يزور الهيكل وقفة منه قبضوا عليه وسلموه كانوا حخلصوا عليه وقالوا للرومان سيبوهم لنا احنا فيه أربعين واحد صايم ومصلي صايم ومصلي صايم ومصلي ومش هيكاكلوا غير لما يقتلوه شوف الصيام والصلاة يعني بقى مني يعني ايه دي الصيام ايه دي الصلاة منعوا أنفسهم عن الطعام إلى أن يقتلوه يعني يقتل يا ايه يا مقتول انت بس خدوه وصلوه من الحتة دي واحنا هنهجم هنقتلوا ويبقى انتم بلا أبرياء ده اليهود بصوا بقبوليس بيكتب ايه بس دول إخوات وأنسباء وحسب الجسد أقول الصدق في المسيح ضميري شاهد لي بالروح القدس لي حزن وجع عميق من أجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد ما لك يا بوليس بيقول كنت أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح من أجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد لو حرماني من المسيح حيخلوهم يعرفوا المسيح أنا مستعد أنا مستعد ده رجع السجن وهو رجع فعن رجعوه بس انت تخرج حر في المسيح أنا مستعد ده تحرم المسيح لو ده حيخليك أنت تعرف المسيح الحب ده مش موجود في العالم موجود موجود بتزوجه الزوجة بتخنوا على بتخنوا على كل حاجة قعدت على العيان ده المعجزة هي الحب ده اللي مش موجود منه خالص خالص مش كده بقلبي هذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض دي المعجزة ودي اللي خلت الكنيسة الحب ده لبعض والحب ده ربنا هو اللي خلاهم لما بيشهدوا على المسيح بيشهدوا بقوة مؤسرة بص الآية دي بتقول إيه وكان لجمهور الذين آمنوا احنا نتكلم في أصح كام دلوقتي أصح أربعة وكان الجمهور الذين آمنوا كانوا كام لغاية دلوقتي لا كانوا عدوا كانوا خمسة آلاف رجل مش كده مش كده خمسة آلاف رجل يعني عداتهم كام يعني الكنيسة بقت كام عضو تمن تلاف ستات أقل ستات على أقل بصوا كده في كام ست هنا تلاقيوا دايما أكتر في الإيمان فعنا بتكلم عن خمسة آلاف على أقل بالأولاد مظبوط فعلى أقل أنا عندي عشر تلاف أدل تسع عشر تلاف رجل وامرأة شاب وشابة غير العيال كنيسة ضخمة أصححين وكان لجمهور الذين آمنوا الصورة اللي قالها المسيح قلب واحد ونفس واحدة كائن واحد مش كيان مش مؤسسة ما ليه كائن ليه قلب وليه نفس مش ليه أقسام وأجهزة وعربيات لا 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 ليه قلب واحد ونفس واحدة لم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله لأه يعني كل أحد عنده حاجة يقول دي مش بتاعتي دي بتاقي إيه بتاعتنا لم يقل أحد يقول أن شيئا من أمواله لأه بل كان عندهم كل شيء مشترك النتيجة إيه وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة يسوع المسيح من الأموال بقيامة رب يسوع ونعمة عظيمة كانت على جميعهم بص نتيجة الوحدة حاجتين قوة عظيمة في الشهادة ونعمة عظيمة على الجميع يعني إيه نعمة عظيمة يا ناس لما بدوصل لهم كده بيجدوا نعمة في عيون الناس الناس لما بدوصل لهم كده يقول أنتو كائنات بشرية ولا فضائية أنتو طبيعيين ولا أنتو فاهمين بقول إيه نعمة عظيمة على جميعهم وبقوة عظيمة كانت رسول يقدون الشهادة مش دا اللي حاصل النص التاني مش دا اللي حاصل لأنه النص الأولاني هو إيه مش حاصل الدراسة دي دراسة في الكتاب إحنا شكرا بنقرأ هات آيات صح؟ إحنا بنقرأ الكتاب بس بطريقة موضوعية فاكرين ما يكونوا مكلم عن الدراسة بنقرأ الكتاب بس طريقة موضوعية طبعا المذكرة فيها آيات أكتر إحنا خدنا بس عشي خطر الوقت لكن ما تقرأ المذكرة هتلاقيه آيات 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 لأن دا صوت الروح القدس دا صوت الكتاب بينادينا بيقول أنه هو دا هو دا إحنا حطينا عنوين بس إحنا حطينا عنوين وبنقرأ الكتاب تحت هذه العناوين قبل ما نخش في الجزء الثالث عايز أقف هنا وأقول العبارة صغيرة قوي إحنا مرات في غيرتنا ربنا بنقول رب إصنع آيات إصنع جايب إصنع مواجزات ربنا نفسه هو مش عايز هو مش عايز يسبت كلامنا بالآيات التابعة هو عايز هو أمس واليوم إلى الأبد شافة واشفي أقامة ويقيم إحنا كل شوية بنسمع عن معجزة قيامة ميت ورأي بالراجل دا الأسيسي اللي في نيجيريا دا اللي مات وقعد ثلاثة أيام وبعين قام مش عارف تسمعوا قصته وطلعوا عمل فيلم بنفسه وقعد في المشرحة والتلج وحقنوه فورمالين حقنوه فورمالين حقنوه فورمالين فورمالين دا يعني ينفع يبقى جثة بعد كده نشرحها في المشرحة دا حقنوه فورمالين وبعين قام وبعين قام فربنا اللي عمل اللي يقدر يعملوا ماتغيرش هو ماتغير هو ماتغير هو ماتغير بس ربنا بيسألنا انا اديتكم معجزة تقدروا انتو تعيشوها عيشوها ودي اقوى من اي معجزة تاني اللي قام لأمواد دا حق اختبار وعا تعمل فيديو وتعرض في كل حتة الناس يقولك يمكن بيتحك علينا طب الدكتور يمكن دينه فلوس صح؟ يمكن 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 الجننه صح؟ ممكن تشك في اي حاجة الا ان حاجة تشوفها بايه؟ بعينيك عشان تشوف معجزة اقامة ميت لازم تشوفها وهو ميت وهو اي وهو بيموت وبيتدفن وتقول يمكن كمان دا حكوا علي صح حاجة؟ يعني يعمى يعمى معجزات الناس شافت العذر بيقوم الاموات صح؟ وراحوا تأمروا على المسيح ليقتلوه ويقتلوا بالمرة مين؟ العذر اللي بسبب الناس بتؤمن ان موت العذر كمان يانها ربيض يعني بعد ما تشوف يعني يعني حاجة المعجزة الدائمة الباقية هي الكنيزة الناس تخشها فتشوف فتشوف وتقدر تقعد يوم واثنين وثلاثة واربعة وتتأكد انها مش تمثيلية صح؟ صح؟ فقدينا احنا مسؤولين عن معجزة المعجزات ولما نعيشها المعجزات التانية هتبقى موجودة بكسرة بكسرة لكن لو في الفقدينا مش بنعيشه ليه ربنا يقتى منه على اللي فقديه؟ ولا أنا غلطان؟ اصلاها مكلفة اصلاها فيها خروج من الذات بقى وموت عن الذات والاتحاد بالاخر وقبول الاخر وتقبل بقى انه يقعد جنبك مش كده فهم؟ يعني فيها مش سهلة العملية يعني يعني فيها حاجات كتيرة قوية ليه؟ اعمل انت هياته عجابة ربه اول ميت وخلص الدنيا واحنا ما نش عايزين نعمل حاجة خالص تمتوني بقول اين؟ هذه الوحدة هذه الوحدة بأهميتها الكبيرة ديت حط الله الكتاب مبادئ تلاتة اذا قبلنا المبادئ التلاتة دول هنعدي بقى هنعدي احنا شفنا ان حاجة مهم قوي المبادئ دول جمال جدا يخلونا نستريح وخلونا نفهم الوحدة دي مبنية على ايه؟ مبنية على ايه؟ الوحدة دي مبنية على ايه؟ ليها فلسفة الهية غير اي وحدة تانية في الدنيا او في العالم واضح نتكلم عن ايه؟ فده الجزء التالت ما نسميه مبادئ الوحدة في الكنيسة بدل ما ناخد الجزء التالت ده خليق متالي نقدر نقف هنا وعايز اتأكد ان اهمية الكنيسة بانت قدام عينينا واستوعبناها اسئلة اول سؤال حسنا كل واحد فينا عليه دور عشان نرجع الكنيسة اللي كانت اللي هي الكنيسة الاولى ايه دوري؟ يعني ازاي بتدي بنفسي؟ سؤال جميل قوي ده الجزء الاخير هفضل مشوقكم لغاية الاخر احتفظي بالسؤال ده دوري ايه؟ صح كده؟ ليها دور لما افهم الصورة على بعضها هكتشف دوري متهالي في الاخر انا اللي هسألك السؤال ده السؤال التاني حضرتك بقالك اكتر من كزا حلقة بتتكلم على الزوج والزوجة انهما زي ما المسيحة بالكنيسة وان ما بقاش دلوقتي في زماننا كتير الصورة دي حلوة زي ما ربنا عملها فانشيلها احسن؟ لا السؤالي لسه ما جايش ايه وبسبب كده المجتمعات اتدمرت ايه زنب الاولاد دي وازدين نصلى حل القصر؟ ده سؤال جميل قوي ايه زنب الاولاد من عميل اهليهم؟ فاكرين خدنا ده في سلطان الله ومسؤولية الانسان مش كده؟ وقلنا الاولاد مش بيرسوا الخطيئة لكن الناس بتؤثر تأثير مباشر بعضها في بعض مزبوط؟ فاكرين قلنا الكلام ده الله ادى الانسان حرية لذلك هو ايه؟ مسؤول وعشان كده هيعطي حساب عن عميله السوداء صح؟ فانا حريتي بتخيني اقدر ازيكي بس لحدود عشان تفضل حريتك انت ايه؟ قائمة لو انا حريتي تعدد كل حريتك حتباحك وانت مش ابقى ليك ايه؟ جزء من القسمة مزبوط فالاباء عندهم سلطة ان يربوا اولادهم وعندهم تأثير هائل في اولادهم نتيجة الحرية اللي عندهم نتيجة العلاقة المكسورة والعميل اللي هم بيعملوها بينهم من بعض العيال حصل لهم ايه؟ اتجرحوا اتضمروا وتعبوا مزبوط؟ زنب الاولاد ايه؟ ولا حاجة مزبوط؟ هل الولاد كده ورسوا الخطيئة هالربانا حاسبهم؟ لا لكن التدمير اللي موجود في نفسية العيال عميل مين؟ الوالدين الوالدين حيدفعوا حساب حيعطوا حساب عن العميل السودة دي اللي فعملوها في اطفال ابرياء صح كده؟ طيب الطفل ده زنبه ايه؟ ما عندوش زنب؟ مجروح مزبوط؟ عشان كده المسيح جاي مسيح جاي عشان يعمل ايه؟ تلات حاجات عشان كده؟ عشان يريه ربنا عشان يريه الانسان وعشان يعمل الفداء الفداء اللي عصليه بعمل المسيح في ايه؟ تلات حاجات مزبوط أرسلني لأبشر المساكين ده غفران الخطايا مزبوط اتنين لأشفي منكسري القلب تلاتة لأطلق المأسورين احرارا الخطيئة عملت تلات حاجات خلتني مزنب محتاج غفران وخلتني مجروح محتاج ايه؟ شفاء مش بس بغلطتي بسبب غلطة الناس اللي عملوها فيها منهم بقوا وماما مزبوط؟ وخلتني مقيد بالعقد النفسية وبأعمال السحر الشيطانية مزبوط؟ والمسيح جاي يعمل ايه؟ يفكها فيصلح اللي انا عملته اللي الناس عملته فيا فزيما ان غلطتي وديتني في داهية وربنا جاي ينقذني اخطاء الناس فيا تعبتني والمسيح جاي ينقذني برضو ايه؟ منها فاللي هو ما عملوش اللي ايه غلطتي؟ هو تحملها واللي اتعمل فيا وهي مش غلطته هو جاي يعمل برضو ايه؟ يصلح كترخيره ولا لا هو الغلطان لا هو المسؤول لا هو يقدر يصلح اه اه يشفي منكسر القلب يعطيهم جمال عوضا عن الرماد وفرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح هوض عن الروح اللي يأس لانه بيتبناني فاللي ابوه امه تعبوه هو بيتبناني وابقى انا هو لي بابا ومين؟ وماما بيقول الكتاب كده هو بيقى بابا ويبقى ايه كمان؟ ويبقى ماما مش كده؟ كإنسان تعزي امه هكذا اعزيكم انا هل تنسى المرأة الرضيعة فلا ترحم ابن بطنا حتى اولئك يعملوا ايه؟ ينسين ينسين وينسين وينسين صح؟ وبنشوف قدام عينينا امهات بترمي عليها في الشارع صح؟ انا لا انساك هو ده على كفية نقشتك اسوارك امامي دائما داود بيقول ابي وامي تركاني والرب يضمني ما عليش كده اهي كسر ولا التعويض اكبر بكثير ربنا بقى بابا وبقى ماما يعوضني ولا ما يعوضنيش فربنا نجا يصلح اللي عملنا فروحنا واللي الناس عملته فينا اذا نقبلت اذا قلت له لا 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 ايه؟ لا يا اهFin اللي اتعامل فيا كثير لا 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 انا جاي يصلح لا اقبل حايش بجراحي ظبوت فهمتين ييهاي زوجل ايه؟ ودي روعة الحق ان الحقيقة هي الحقيقة اللي بيقولي الكتاب هو الواقع صح؟ ما تحكش علينا خالص. قال لنا انت بتعمل كده والنس هتعمل فيك كده وانا جاي صلح ده واصلح ده وحصلح ده بالطريقة دي وحصلح ده بالطريقة تسمح لي? اسمح لي? انا جاوبت? شكرك. سؤال هنا. احداك قلت لنا من شوية ان بوليس قال يعني ممكن انا تنازل وانت تبرح المسيح. فحد من اخواتنا قبل كده سألني يعني هون بيحب من اكتر ربنا ولا الناس عشان يسيب ربنا عشان الناس ودي محبة دي. فاي رد حضرتك الموضوع ده. لان مفهوم الحب متغير. الحب عند الاخرين او عند الناس عن متن احب حد معاني امتلكه لي. الحب في المفهوم الالهي بدي نفسي. بدي نفسي. وضح الفكرة. حبة وضع نفسه من اجلنا. بهذا قد عرفنا المحبة ان ذاك وضع نفسه من اجلنا. المسيح ابن الله يحب الاب الاب يحبه. كويس? الاب بذل الابن لاجلنا. بيحبنا اكتر منه. مش القضية مين اكتر? الابن بيحب الاب. مش كده? صار خطية لاجلنا. لنصير نحن بر الله في ايه? بيحبنا اكتر من الاب. لا. الحب بضحي عشانك. الحب عايش مستمتع بربنا. مستمتع بربنا. حتنازل عن استمتاعي عشان انت تستمتع بربنا. وبوليس بيقول انا شخص. هم امة. انا عايز افرح ربنا. ربنا يفرح عن بي. ربنا هيفرح بيهم لان هم اكتر. اكتر ما هيفرح بي انا كشخص. فاهم ما عايز اقوله? فانا هتنازل. وضحي انا عشان ربنا وهم يفرحوا ببعض. دي المعادلة. ومتعالي وده برضو معناه انه زي ما ربنا عمل وتنازل هو بوليس كمين بيتنازل. ده معناه يحبه اكتر. بالضبط. مش معناه ان هو بيتركه. بالضبط. وده اللي كتب على المسيح لذلك رفعه الله واعطاه اسم انفوقها كل اسم. لانه شايف التضحية. انت بتضحي عشانك عشان التانيين. فكرة الحب. مش وضع. المبدأ القيمة دي مش موجودة. مش موجودة. هي يعني يحنى بيقول لنا احنا احنا عرفنا الحب. تعريف الحب تغير لمجال ما فيه. بحب وردة معناه اقطفها. بحب ست معناها اتجوزها. او اقتصبها. بهذا قد عرفنا الحب. ان ذاك وضع نفسه. التعريف تغير. التعريف تغير. شكرا. عايزك تقولي انا فهم صح ولا لا. ايو. بص بنروح اجتماعات صلاة ومؤتمرات صلاة وحاجات كتير قوي. نيجي نطلب اللي بيحصل دوت اللي هو كان رسل يقدون الشهادة بقيامة الرب يسوع بقوة عظيمة ويكمل بعدين ونعم عظيمة وكده. ونصلي كتير ونعيش حياة قوية. بعدين نرجع تاني اقول ليه مصر مش بتغير او ليه الارض مش بتتغير. وليه صلاتنا مش مؤثرة. كنت بتتكلم انه فيه المعجزة الاولانية اللي هي بتتعمل ان احنا نكون واحد. وقعدت ارجع كده فكري لحلقات اللي هي بتاعت لانا بالمسيح. وانو انا برجع تاني بنحصر في نفسي. فلاني بنحصر في نفسي فعايز مالية فما بعرفش بقى واحد مع الكل. ويحس ان هي دي مشكلة رأسية. بانوا عايزين مصر تتغير. عايزين البلد تتغير. وعايزين كلنا نتغير. وعايزين العيشة تبقى مختلفة. عايزين نشوف مصر في حتة تانية مختلفة. لكن بيحصل ان انا اصلا من الاصل انا منحصر في نفسي. وانعايش مالي نفسي. فعشان اقدر عيش بقى المعجزة الحقيقية اللي هي تقدر تعمل المعجزة تانية. انحنا نبقى جسد. فعشان كدنا نقدر نعمل بقى المصر تتغير او البلد تتغير. فارجع تانية بقى للاساس ان انا اصلا انا عايش نفسي. وانا المهم. وانا لازم بقى في حتة كويسة. وانا لازم بقى حسن حد. فانا فاهم كده صح. اكيد. عشان كده احنا خدنا احنا. ليه عملنا الترتيب ده في الدراسة. عشان بنبني بناء للفهم. قلنا ان معرفة الله هي العمود الفقري اللي كل حاجة هتدور حوليه صح. فاكيد قلنا عكا دي. عند الانا بالمسيح قلنا دي قعدة الانطلاق. اللي منها بنطلق اعيش مع المسيح. اللي منها هعرفة اصلي. احنا طول وقت الصلاة بنتكلم عن عدم المتكازية حواليه نفسك. فاكرين? تسبيحة وص عليه. شكرا شكرا هو. التوبة بقوله عشان مش عايزة زعلك. مش عشان خطر. فاكرين عايزين يقول ايه? الشركة بسيبه هو يحكي لي عن نفسه. بتضرع بطلب من اجله ومن اجل الناس بدل ما بطلب من اجل نفسي. فاكرين? الكل حاجة مبنية فوق بعضها. اكبر مشكلة في وحدتنا ببعض هي الانا. عندنا مشهد جميل جدا عملته المخرجة العظيمة بتاعتنا. هيحكي شوية عن اللي حضرتك بتقوله دوت. سؤالي بعد ايه? هتأسف الاول. ايه? بقول اسفة عشان اللي هقوله. اتفضل لي. اعذرني انا مش مش يعني ايه? مش عجبني كلام اللي حضرتك قلته في السؤال اللي اختي اسألته. انا اختك. اه لاختك. اه. اه. في الموضوع انه الزواجنا تكتب تبقى غالبا سيئة. فانا دلوقتي بطلع ابني واجيال. لما اجي عيب اجيب العيب على اجيال كتير ابي. انا دلوقتي عرفت المسيح. وممكن امي ابويا عرف المسيح. زنبي ايه? وزنبي الولاد اللي اساسا اهليهم ما عارفوش. وطلعت بقى عجيال كتير اوي مرضى نفسيين. وعرفت في المشورة انه اول ما تيجي تكمل اتناشر سنة توليت عشان تتعلم. كل اللي انت خدته دم محفور جواك. فهدفتل طول عمرك كده. هتيجي تتجاوز تاخد واحدة مريضة في بيتها. انا مريضة في بيتي. فالدنيا هتولع. الواقع غير اللي حضرتك بتقول? اللي هو ايه? الواقع انا بقولي ان الواقع وحش. لا. انا اعترفت الواقع وحش ولا ما اعترفتش. اوكي بس. هل انا جملت الواقع? لا انت مجملتمش بس بتقول انه انا بتشفيه. انا بقول لو سمحت للمسيح انا خاطئ. لو سمحت للمسيح خلصني بخلصو لا. بخلصو. انا مجروح من اللي عمل فيه اهلي. لو سمحت المسيح وولا انا بتتكلم. انا مثلك سؤال. انت بتتكلم على اساس ان المسيح موجود في حياتي. وموجود في حياتك احد ناس تانية. فيه ناس ما عندهاش المسيح. وا hadn BEES موجود في حياتي. اصلا ههلك بخطاياي. وده مشكلة اكبر من نقشفة من جراحة. ما هي يعني هي كمان هي يعني زودت الطينة بلا. ما هي الطينة الببلولة على اخر. طيب مش حرام. دي اوعدة. دلوقتي احنا عندنا تلات مشاكل بيعيش هالناس. مرض الخطيئة هلاك النفس البشرية. الام القلب من اللي اتعامل فيه من الجروح اللي جرحته الناس. واكتر الناس جراحه الانسان اغلبا هو اهله بيته. مش كده? والقيود النفسية والروحية اللي الانسان عايش فيها. كويس? فالطينة مبلولة ايه? على الاخر. كويس? بتقولي لي زنبه ده ايه? زنبه ده ايه? المسيح مش موجود في حياته اصلا. سمحيني ما هو هما تلات مشاكل. اش معنى وقفتي عندي دي. تمتقف في عندي دي. خطايا اللي موديات جحيم. هو في بيئة مش عارف انه دي خطايا. هو طلع انه ما هو ده السيطة بتاعنا الهي دي الحياة. لا 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 لا. ده اللي اختلف. بلاش بلاش اقول كلمات يعني. لا لا ده اللي اختلف فيه. الانسان زي ما اخدناه فيه ضمير جواه بيزمر وبيقول في حاجة غلط. فيه لمبة بتقولي الزيت ناقص. وبعمل 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 وبتدين وبعمل ايه وبعمل ايه وبعمل ايه وبمارس وبشعوز وببتعن ربنا وبروح للمخدرات وبعمل شاف ايه وبارجع وحاول كل الطريقة صح? اللمبة دي بتفضل تعمل ايه? نور. ولو عقدتي بتقولي كده? وعقدتي بتقولي حاجة واللمبة عمل ايه? تناور. زي بقولس الرسول. عقدته بتقوله اقتلوا المؤمنين. لترضي الله. ضمير وجواه بيعمل ايه? بيقوله في حاجة ولا. ولانه مخلص المسيح عمل له ايه? زهر له في الطريق. والمسيح بيزهر الناس كتير ايه والنهار ده في الطريق. لانه مخلصين بدوروا على ربنا. خلي بالك من اللي انا بقوله. انت بتقولي دول زنبهم ايه? تم هو عامل عاملة اسوأ الخطيئة. ومن غير المسيح هيهلك. لكن لو دخل المسيح هيخلص ديه. وبعين فتحت له دي? هعملها. وبعين فتحت له دي? هيعمل ايه? هيعملها. فالمسيح جاهز للتلاتة. وده متروك لمين? اللي انا. اللي انا. انسان حر? ولذلك في الانسان ايه? مسؤول. واحنا بنشوف النهار ده ناس بتأتل المسيح من كل قبيلة وامة وشعب ولسان وخلفية صح? بربري وسكيس يا عبد. اكتر من اي وقت من الاوهات. المسيح متاح جدا. الصين والهند وكل حد. الهند لأول مرة النهار ده بنسمع عن نهضة واكتياح ومئات الالاف بيأتي المسيح. لأول مرة. انا التقيت بشخص. ربنا استخدمه يزرع في الهند خلال التلاتين سنة اللي فاتت دي والاربعين سنة اللي فاتت دي الفين كنيسة. عدد الناس اللي في الكنيس بتاعته اللي زرحها مليون ونص بني ادم. فحياته جن مليون ونص هن دي للمسيح. عندي الكتالوج بتاعه. وزير كده. بسيط جدا. فمتقوليش عقدت ولا ديانتس. عزيزي المشاهد اشكرك عشان متابعتك لينا هذه الحلقة. الحق بيتحدانا. الحق بيفتع عينينا. الحق بيحطنا قدام مسئوليتنا. وصلي في قلب ان ربنا يفتح قلوبنا ومدركنا عشان نتعلم ونكون تلاميذ للمسيح. الى ان نلتقي ربنا معك. امين.